الخبر لو اللي عدنا عن التهجم اللي تعرضت لبيسان اسماعيل فبيسان اسماعيل نزلت على حسابها بالإنستجرام هذا البوست اللي بيه هذه الصورة والتي تعرضت من خلالها للتهجم فكل التعليقات كانت خسرت حالك واللي هما طبعا من جيش محمد الجواني واللي قصدون غنيتهم الجديدة خسرت حالك اللي كانت دس على بيسان طبعا صورة كانت عادية فبيسان شاتم سترة بيها فكتبونا يا حبايب الكوميتات هل تستحق هذا التهجم اللي تعرضت له او لا الخبر الثائل اللي عدنا عن مفاجأة اليوتيوبر فاول يوتيوبر اللي عدنا هو محمد مار فمحمد نزع على حسابه بالإنستجرام هذا الستوري اللي يعلم من خلاله انه رح ينزل مقطع اليوم على قناة الجلادين وطبع حسب مواضح من الصورة المصغرة انه المقطع رح يكون بكل الفريق وحتى قمر مار بموجوده بالمقطع فانتظروا مقطع يا حبايب رح ينزل الساعة بالاربع اما اليوتيوبر الثائل اللي عدنا فهو احمد أبرو فاحمد نزع على حسابه بالإنستجرام شوية ستوريات او والستوري يعلم من خلاله انه غير صورة بروفايلة للإنستجرام او ما ليسا عن السبب فاحمد يقول انه الفترة الجاية حنحروق الدنيا يا حبيب اما بالستوري الثاني فواخيرة احمد رح يرجع ينزل مقاطع باليوتيوب فقال انه اليوم رح يزل مقطع اما عن يسلوه عن الاغنية فاحمد أبرو بنزع هذا الستوري اللي يقول بي انه الاغنية كملت وحانية باقي بس المونتاج يعني فترة بسيطة والاغنية رح تنزل لنا اتموني يا حبيب بالكومنتاج جيمة 50 مفاجئ الخبر الثالث اللي عدنا على المتابعين وكشفهم الحقيقة بيسان وأنس الشايب وخفاهم الاسم مايا من التعليقات اللي عدهم وتحديده على قناة أنس الشايب طبعا هو اللي ما يعرف شو اللي صير بين أنس الشايب ومايا وطبعا نزلتكم هذا المقطع قبل ثلاثة أيام اللي يفضحت بي انس الشايب وهو يسيب مايا السبزة 18 وشلون هو نصب عليها وطبعا من الناس الوقت تعرفون أنه مايا هي حبيبة انس الشايب القديمة لكن كان يحبها مصلحة أما بالنسبة للدليل لو ندخل على خبطة نزل ونزل بيع التعليقات ونكتب اسم مايا الجمال بعد نروح على الأحدث أولى عن مدافع التعليق وتعليق الأشخاص القوراية بعدما نحفظهم زين رح نغير الحساب على مودي نشوف هل التعليق ظهر للناس أو لا بعدما نغير الحساب ونزل بيع التعليقات وروح لكلمة الأحدث أولا رح يشوف أنه تعليق المظاهر ونما تعليق ذو الأشخاص الثانيين ظهر فاكتبوني يا حبيب بالكومنتاج شو ريكو بهذا الخبر وهل تتوقعون أنه أنس الشايب خافي اسم مايا فإنه الناس يفضحوا بالكومنتاج الخبر الرابع اللي عدنا عن تهجم متابعين نورمار وجواني وأمسيف على ابن سوريا سامر وحود لأن طبعا هو سبهم فنزلتكم هذا المقطع بيساب رح يشوفو وبن سوريا نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب لو ندخل على المقطع ونزل بيع التعليقات رح يشوف أن كل التعليقات مقلوبة بالإنجليزي وكتب جيش نورمار وجواني وأمسيف فهل تشوفون يا حبيب أنه لازم ابن سوريا يعتذر عمود يوقفون هذه التهجمات ونه يا حبيب بالكومنتاج شركة بهذا الخبر وهل هو يستحق هذا التهجم اللي يتعرض له أو لا الخبر الخامس اللي عدنا عن قمر مار وحذف كل صورها بالإنستقرام فحالي أنه ندخل على حساب قمر مار بالإنستقرام رح يشوف أنه ماكو غير صورة واحدة بحسابها للإنستقرام رغم أنه بالسابق كان عادة أكثر من صورة بحسابها لكن كلهم نحذفه أما عن منه اللي يحذفهم فحسب ما يقولون الأغلب فانزات قمر مار أنه اللي يحذفهم هو محمد مار وصاروا ينزلون استوريات يتهجمون بي عليه أما بالنسبة أشخاص يسئلون شو السبب اللي يحذف هذه الصور مالتها الصراحة ما أعرف فاللي يعرف يتبنى بالكومنتاج شو السبب اللي يحذف هذه الصور مالتها وهل هو يستعقد تهجم لتعرض له أو لا الخبر السادس اللي عدنا عن أنس وأصالة فأنس وأصالة نزلوا على حسابهم بالإنستقرام شوية ستوريات هذا الستوري كان دي يشوفون به الفيلم وبعدين نزلوا ستوري ثاني يقولون أنه هو فيلم الرسالة أما بالنسبة الأصالة فنزلت هذا الستوري اللي هي ميلة وآخر شي ختمت بهذا الستوري اللي كانت تسترجع بالذكريات فحط صورة بي من عام 2019 واللي كانت ويميلة وهي صغيرة الخبر السابع اللي عدنا عن زر الاشتراك فحصوا بحصائيات اليوتيوب يقولون أنه هو أكثر من 65% ما مشتركي بالقناة من اللي يشوفون المقاطع فطلب بسيط يا حبايب آخر فترة صغيرين كلش نتعب بالمقاطع أتمنى بس تحطون زر للايك واشتركوا بالقناة وطبعا ألف شكرك لكم على كل الدعم ووصلوا لنا وصل النهاية المقطعات من المقطعات جابكم ونسى تحطوه للايك واشتركوا بالقناة شكرا لكم فيزي مخلات مملكة الخصص وبس مع السلامة